أشف المدير العام لدائرة المجاري في محافظة باب العقيل حسن عن عدم قدرة ملاكات الدائرة من السيطرة على سحب مياه الأمطار من شوارع المحافظة وأشار حسن في تصريح لزاقروز أشار إلى أن المشكلة الكبيرة غياب خدمات المجاري في عموم المدينة وذلك لعدم إمكان الجهات المعنية من استخدام السيارات الحوضية لعملية سحب هذه الكميات من الأمطار مشكلة في محافظة باب العقيل هي مشكلة كبيرة جدا صراحة لا يمكن السيطرة عليها بباسطة الآليات أو الجهد البشري لكون أن محافظة باب العقيل هي من المحافظات التي تفتقر لخدمات المجاري أو تكاد أن تكون خدمات المجاري فيها معدومة إذ أن نسبة خدمة المجاري في مركز مدينة الحلة 17% وفي عموم محافظة باب العقيل هو 6% الحقيقة هذا يأتي نتيجة عدم استفادة محافظة باب العقيل من المشاريع الاستراتيجية التي أحالتها الوزارات وعدم تخصيص أموال لمحافظة باب العقيل لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية إذ أن جميع مناطق محافظة باب العقيل ومراكز مدنها يوجد فيها تصاميم وجداول كميات وجاهزة فقط لتخصيص الأموال لغرض التنفيذ ولكن حقيقة نرى أن هناك تجاهل كبير جدا من قبل الحكومة المركزية لمحافظة باب العقيل نأمل من الحكومة أن تحيل مشاريع عن طريق الوزارة أو عن طريق المحافظة لأن المشكلة في محافظة باب العقيل مشكلة كبيرة جدا هي مشكلة أن محافظة باب العقيل جميع مناطقها هي من السهل الرسوبي وترتفع بها المياه الجوفية بالإضافة لأنه كميات الأمطار التي تتساقط على مدينة الحلة كميات ليست بالقليلة مما يتسبب بغرق الشوارع في عموم الأقضاء والنواحي وبالخصوص في مركز مدينة الحلة اشتركوا في القناة